السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد وجهدكم فيديو جديد عن سولو ليفلينج فيديو اليوم راح نحكي عن شغلة جدا ناس ألتنا عليها اللي هو كيف تجمع قول باللعبة اللي هو الكوين أو الدهب لأنه الدهب من أندر الشغلات اللي موجودة باللعبة طبعا اليوم راح كوم معكم صريح ولحلكم شغلة جدا مهمة اللي هو القول قولت لهلأ لساته من أكثر الشغلات النادرة باللعبة بس راح لكم أكثر من مكان شلون بتجيب منه قول وبعدين راح قللك شغلة شلون تصرف القول تابعك مشان ما يخلصوا بسرعة بنفس الوقت باكل لنا مبلش طبعا أول شي انت أغلب المراحل اللي بتلعبها باللعبة بيعطيك فيها قول مثل الستوري الستوري أي مرحلة بتخلصها بيعطيك شوية جولد اللي هو 22000 مثلا هون في مراحل أكثر في مراحل أقل ببليش ممكن 5000 وبيزيد الهارد فيكالتي خينا نشوف هده شو بيعطينا الهارد فيكالتي 8000 متما انتم شايفين لأنه هذا شابتر إداعش كل ما زادت الشابترات كل ما بيعطيك أكثر الريفيرس راح يعطيك 27000 يعني كل ما زادت صعوبة كل ما راح يعطيك جولد أكثر الان كورميش انه هدول ما بعتقد بيعطي جولد كتير كميتين او 400 اشتخيلوا بهذا مو شي يعني طبعا الجيتس كمان الجيتس بتعطي جولد منيح لا بأس فيه وخاصا المرحلة اللي هي بتجي سبيشال اللي هي بتجي صفرة بتعطي من 7000 إلى 8000 حسب انت لفلك وحسب انت وين واصلت باللعبة متما شفتو هون بتعطيك 2000 ولا شي مع انه اس رانك 61 بس ما بتعطي كثير فهاي بالنسبة للجيتس وبنجي كمان للشغلة الثانية هلا اللي هي انت حسب لعبك بيعطيك كولد شلون يعني اول شي البتل فيلد أوف تايم اذا لعبتها اذا جبت رانك عالي هون ما عفزة بيعطيك كولد ولا لا ايه شايفين اذا جبت رانك عالي او جبت السكور اللي هنا بالدنيا بيعطوك شوية كولد فيه وبالرانكينج يمكن يبيعطوه ما شفت بصراحة هزا بيعطوه ولا لا هون ما بيعطوه هاي وليك مئة الف حسب رانكك اقل رانك بيعطو سبع تالاف وهون نفس الشي بيعطو شوية جوائز هاي بالنسبة للبتل فيلد أوف تايم البتل فيلد أوف تايم اللي هي الشالينج كمان بيعطي كولد اذا خلصتها اول مرة عشرة الاف مشكلة بعدها ما بنشوف اللي بعدها شو بيعطيه وهون كمان بيعطيك شوية كولد هاي المراحل لازم تلعبها مشان يعطيك الكولد بابدك تحاول تخلص القصة بأسرع وقت ممكن شان تدعى تلعبها المراحل لانه كلما خلصت شابترات اكتر كم مفتحت لك مراحل اكتر وفي واحدة كمان اللي هي الباور اوف ديستركشن هاي كل يوم اذا انت لعبتها وجبت رانك حلو اول شي طبعا هون بيعطيك كولد اذا خلصت هدول همشي تخلص ست ملايين مشان يعطيك هاي الجوائز وكمان بالرانكينج كل يوم انا باخد سبتعش ل سبتعشر الف كولد من هون في جائزة اللي هي سبتعشر الف كولد بيعطيك هون ونفس الشي هون بيعطيك سبتعشر الف كولد فهاي خلصوها مهمة جدا زيادة كولد يعني ما فيها شي والشغلة الكبيرة اللي بيعطيك كتير اللي هي هاي بس هاي للاسف بتاخدها مرة واحدة فقط اللي هي اذا لعبت بعض المراحل هلا هاي مثلا بتعطي كولد هاي بتعطي مية وعشرة الف كولد بنروح لمسلا مرحلة تانية اللي هي واحد وعشرين خمس ومان وخمسين الف وهكذا يعني كل مرحلة بتلعب هون بالهونترز وبالسانجين وو بيعطيك كولد فهاي طريقة بتاخد منها كولد كتير وفي الطريقة كمان اللي اغلب الناس ممكن ما يعرفوه وما يستخدموها اللي هي بيع القير 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 اذا بعت القير اللي ما بدك ياه رح يعطيك كولد كتير كمان وخاصة اذا كنت مطوره يعني خينا نشوف هلا انا اذا عملت هيك بس بعت الكومن لحاله مغير ما بيع شي تاني رح اخد تسعين الف طبعا اول شي زي اذا من جيت باللعبة لا تبيع الكومن اذا رو حاطين الكلاب المينت اذا انتي ايضا بعت فقط الكومن الكامن انا بصراحة ما بستخدمه بقى رح بيعه حتى لو كان ممتاز بقى هلا ببيعه صار معين سين الف بجي مرة تانية هي مية تانية هي تسعين الف تانية نفس الشيء هاد بايا ستين هلا انا معكم شوف ادي جمعت جمعت بحدود الميتين وثلاثين وعشرين الف فهاي واحدة من الطرق اللي بتعمله هنا نشوف مثلا اللي جندري اذا عملتها شو بيعطيني ميتين وثمينة الاف فهاي هي الطريقة اللي بتجيب منها جولد بكتير اللي هي انك انت اي غير ما بدك يا او او الستاتس اللي طلعت لك فيه سيئة الستاتس اللي طلعت لك فيه مثلا انت ما بدك ياها يعني نحن بنعرف الستاتس اللي بدنا ياها اللي هي اتش بي ديفنس اتاك كريت ديميج كريت ريت مثلا خي نشوف هاي هيلنج انكريز ديفنس لشان اتاك اتش بي هاي لا بأس فيها بس شو مشكلتا نحن بدنا الافضل دائما انه يكون مسمع يا اتنين اتش بي اتاك اتاك ودي اتاك اتاك و voudقب كريت ديميج و ديفنس منتريشين يعني بهية شغلات كلها مو موجودة هون بها تلك ممكن بيعات لانه ما بنعب فيها لا حد احطه الا شخصية مثلا مشكلة الهون دمجة تبيع المنزل لا يوجد شيء رائع في هذا المنزل بحسب المنزل يمكنك تبيع المنزل هذه هي الطريقة التي تجد منها الآن لا أعرف أن هناك شيء ثاني يجد منها هناك شغلة نصيحة مني ممكن بعض الناس تشتريها لباقة هذه الباقة بصراحة جميلة هذه الباقة بصراحة جدا جميلة لأنه تعطيك 100 ألف قولد وتعطيك 12 ساعة من اللي أنت واصله بصراحة جميلة يعني كلما وصلت أكثر بالفند كلما يعطيك أكثر وحقها 500 جميلة ليس كثير غالية وتعطيك 100 ألف كمان ممكن في اليوم تشتريها مرة لكن لا نصح تشتروها لماذا أن الجميلات؟ لأننا نستطيع أن نسحب على الشخصيات ونطلع الشخصيات الجديدة نسحب على أبداً وإذا كانت محتاجة كثير ممكن تشتريها وهي، كما تشتغل؟ نسحب على الباكباك وتنزل تحت أنها نشاريه مرتين لك يعطيك 26 ألف كانت أعتقد أنها قبل 23 ألف ولكن لما أرتفع على لفلي اصبح تحصلت على أبداً عرفتوا كيف اذا بدكم اشتروها هاي هلا اعتقد هيك حكينا على كل شي تشتري منه او كل شي بتجمع منه اعتقد هون كمان بيعطوك شوي ايوه عشر تالاف هلا باب نحكي على اهم الشغلات اللي تعملها مشان ما تصرف اول شي الويبنز بصراحة مني ما في داعي تطور اول شي الويبنز تبعاتك لفل مية ابدا يعني ما مد ما لداعي تاني شي اذا انت ابلش باللعب الجديد 40 وزيادة 40 لفل السلاح وزيادة اذا انت واصل مرحلة لعبة 14-15 بابلك ايه بلش تطور السلاحك لفل ستين وممكن توصل السلاح او السلاحين لفل 80 اسب الندرة تابعه كلما ذات الندرة تابعه يعني صار عندك نسخ منه هذا اللي بتطوره بقى لفل 80 ما تطور كل أسلحتك لفل 80 ونتلساتك لنجمة واحدة لا مثلا لكم شايفين هذا ما عندي منه ولا نسخة مشان يكن تخليه 40 فقط أما الباقي اللي عندي منه نسخ نطوره 60ات وهدول اللي عندي منه أكثر من نسخة نطوره 80 بقى لا تطور أسلحتك كلها وتسويها كلها ماكس لا لفل 40 وزيادة ونفس الشي بالنسبة لأسلحة الهنترز أنا أغلب أسلحة الهنترز كانت 40 إلا الوحيد اللي هلا سويتها 60 اللي هو هذا السلح لمصار معي موارد قدر سويها أما حتى شوي هلا لساته 40 حتى إما 40 وحتى أسلحة الهنترز العادية يعني عشرينات مسويها ممطور أكثر من 20 إلا الكتاب يمكن مطوره 40 هذا مطوره 40 لأنه عندي منه خمس نسخ زيادة لذلك هو قوي الإسلاح لذلك هاي الشغلات اللي جدا جدا مهمة لا تصرف عليها والشغلة كمان اللي أكتر ناس أنا متأكد أكتر ناس عم تصرف عليها اللي هي تطوير تطوير القير صح لازم تطور قيرك مشان تصير أقوى باللعبة بس لا تجي لي مثلا مثلا هنا نفوت على أرتفاكت مثلا هاي هاي القطعة مو حلوة بس عليها دارك و أداك أنا بدي شغلات تانية عليها بقى ممطورة لأنه ما بدي إياها نفس الشي هون هون ما فيها شي غير أداك و كريت داميج أنا بدي مثلا أداك و أداك بشي لي كمان ممطورة أما مثلا هاي اللي عليها أداك و أداك مطورة ليش أنا هي مفيدة بقى لا تطور أي قير و خاصة الليجندري الليجندري بيصرف بشكل غيبي لا تجي تطور لي قطعة قير الليجندري إلى لفل عشرين و لفل خمسطعش و هي ما بتعطيك شي بالدكية يعني ممكن بعد أسبوع تغيرها بقى نصيحة نصيحة مني لا تطوروا القير دابعكم تطويرات ماكس عشرة بكفي خمسطعش إذا كان رائع عشرين إذا كان ممتاز يجب أن تلاحظوا بس القير الممتاز عندي مطورو عشرين القير العادي ممطورو غير هذا مطورو خمسطعش مش هناخد كرد دمج زيادة و وفيه كرد بقى مطورو هذا خمسطعش يعني هاي هي الطريقة حتى لو بتفوتوا مثلا لشخصيات تانية ممكن تلاقوا قير أقل من هيك يعني مثلا فينشوف شهاءين شهاءين نشوفوا قيرها خمسة خمسطعش عشرة عشرة خمسة ليش لأنه القير تبعها سيئ يعني هون اتش بي بدأ ما يكون اتاك او كرد دمج حط له اتش بي مش هناخد الكرد تريت بقى ما في داعي يرفعه أكثر من هيك ليش انه إذا رفعته رح يزيد الاتش بي أنا ما بدأ يزيد الاتش بي بدي يزيد هدول الشغلات مش هنك ببلاقي غير أحسن بعدين بغيرها هذا مزوده ليش انه بيعطيني اتاك و بقى شيك مزوده هذا موغير رائع فهنك بس مزوده عشرة و هكذا بقى هاي شغلة جدا جدا بتصرف منكم جولد و أغلب الناس بتوعب هذا الفخ لأنه بديت بساني قوته عالية حتى لو القير تبعه سيئ تلاقيه مطوره خمسة عش أو مطوره عشرين وهو ما بيستاهل القير أصلا بطوره كل هالشغلين لكني أنا حمد العمي درقتهم أغلب شغلات باللعبة و قيري يعني مو مو بيرفكت و مو ماكس حتى ما في ولا شخصية عندي يمكن كل عشرينات شوفوا عشرة عشرة خمسة عشرين ما في ولا قير بقى هاي الشغلات المهمة اللي حبيت أحكي لكم عليها شون أنت بتستخدم القولد يعني أنت صح بتاخد قولد كتير بس أنا كنا عم تصرفوا قولد بشكل كبير و بشكل أحيانا ممكن يكون خطأ بقى مع ما يصير عندك قولد وبالنسبة للشخصيات كمان لا طور كل الشخصيات عندك بالبداية طور أول لثلاث شخصيات يعني راح عم تستخدمها كتير مثل مثلا إذا عندك شاهاء طبعا شاين طورها مية بالمية لأنه الدميج تبعها تفاح و راح تساعدك مع السنجنوق ولحالها إذا عندك ياها إذا عندك يا لأنه راح يساعدك يتخلص لك بعض المراحل مثل والمراحل اللي عليها قيئة عليها عليها درع بقى هو من أفضل نفس الشخصيات نفس الشي هاي بهدول ثلاث شخصيات ممكن تطور هدول ثلاثة كمان يعني حسب الشخصيات اللي عندك اللي راح تساعدك و قوية بتطور ثلاث شخصيات بعدين شوي شوي بتبلش تطور شخصيات التانية حتى أنا معي قولد كتير بس مو ملفل كل الشخصيات ملفل واحد اثنين ثلاثة اربعة بس تاني هدول أكتر شي عم يستخدمون حاليا الباقي ما عم يستخدمون بقى ما عم يطورون بقى بس هاي هي نصائحي للكم وبنشوفكم فيديوهات تانية مع السلامة